الصيام المتقطع صحيح فوائد الصيام المتقطع وأكثر الفئات التي من الممكن أن تستفيد من هذا النوع من الصيام تمام هلأ في برنامج غذائي جديد ترند كل الأشخاص عم تتبعه بقول لك أنا عم بعمل صيام متقطع اليوم حبيت بهذه الفقرة نحكي بشكل مبسط عن فكرة الصيام المتقطع كيف أنا بقدر أستفيد منه بالطريقة الصحيحة وبنفس الوقت كيف أنا بقدر أخذ الفوائد الغذائية منها تعرفي حلو أنك ركزتي على هذا الموضوع لأنه كثير في ناس يعني عم بتتبعوه بس بطريقة شوي خاطئة يعني بكونوا مش متبعينه بطريقة صح عرفتني صحيح معك حق هلأ الفكرة من الصيام هذا ديما أنه نحنا بنمتنع عن الأكل لمدة 16 ساعة وبنتناول الأكل لمدة 8 ساعات الفكرة أنه ساعات تناول الأكل ممكن تتراوح ما بين على سبيل المثال ببلش على العشرة بوقف على الخمسة ببلش على الـ 11 بوقف على الـ 6 ببلش على الـ 12 بوقف أكل على السبعة هاي الفكرة من البرنامج أنه نحنا بنأكل لفترات معينة خلال اليوم وبنمتنع عن الأكل ما بعد ذلك ومثبت علميا أنه الصيام بساعد بشكل كتير كبير ولذلك كمان بينطبق على صيام الشهر الفضيل بساعد بشكل كتير كبير على التخلص من أولا الخلايا السرطانية بالإضافة بحسن من عمل القلب بساعد الجسم على إعادة تجديد الخلايا الجسم الراتب يحتاج الراحة التامة من الأكل يعني أنت مع السيام المتقطع طبعاً لفئات معينة هلا أذكرها بس أنا وين ضد هذا البرنامج الغذائي؟ لما الشخص بقول لك أنا بصوم بعمل سيام متقطع بس بالـ 8 ساعات بأكل شو ما بدي؟ هيك إحنا لغينا فكرة الصيام المتقطع فكرة الصيام أنه إحنا متناول الأكل لمدة ساعات معينة ولكن خلال هذه الساعات كل الهدف من هذا البرنامج هو تنظيم إفراز الإنسولين من قبل البنكرياس فبصير البنكرياس بيعرف أنه أنا على الساعة 12 رح أكل بينتج إنسولين بصير يعرف أنا على التنتين رح أكل بينتج إنسولين بتروح هذه التذبذبات اللي بتكون موجودة عندي بإفرازات الإنسولين اللي بتتأثر بشكل سلبي على البتة سلز تبعة البنكرياس اللي بتنتج الإنسولين بالدرجة الأولى فمثبت علمياً أنه الصيام المتقطع بساعد على التخلص من مشاكل القلب بيقلل من الخلايا السرطانية بساعد على التخلص من السموم بالجسم وبيعطي الجسم راحة والقدرة على تجديد الخلايا بالإضافة أنه أهم فائدة أنه بساعد على تنظيم مستويات السكر وبيقلل خطر الإصابة من السكر من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين شريطة اتباع حمية غذائية صحية خلال ساعات عدم الصيام ومش أنا باكل شو ما بدي وبعديها بصوم بروح باكل ثلاث وجبات أكل سريع وبتحلى بعدين بقول لك ما أنا بصوم بعدين صيام متقطع شو حاستفيد من الصيام المتقطع إذا أنا أكلت عشر تالاف سعر حرارية خلال ثلاث أيام مثلاً أوكي ولا شيء فيفضل أنه نحن يكون في عندي نوع من أنواع الالتزام يعني يكون نظام غذائي صحي نوعاً ما بالإضافة للصيام المتقطع عشان ناخد الفوائد الغذائية اللي أنا ذكرتها هلأ من أهم فوائد الغذائية للصيام أنه بساعد على خسارة الوزن ولكن فيه فئة ما رح تقدر تخسر الوزن مع اتباع هذا النظام واللي هن الأشخاص اللي بيفتقر أجسامهم للكتلة العضلية السبب الرئيسي أنا لما بصوم ببطل في عندي أكل أوكي لما أنا ما باكل الجسم بيتأقلم مع قلة الأكل وبيحبط من عملية الأيد بيصير يخفف من حرق السعرات الحرارية أو البيزل متابول كريت إحنا بنسميها اللي هي السعرات الحرارية الجسم بحرقها بدون حركة لما أنا ما باكل فترات طويلة هذا الجسم بيخفف من مستوى الأيد عشان يتأقلم مع قلة الأكل اللي بيصير عندي للأشخاص اللي ما عندها كتلة عضلية كافية أنا قردي جسمي ما بيحرق كتير لأنه ما عندي عضل أوكي عندي بفتقر العضل بروح أنا بعمل سيام متقطع جسمي بيقلل السعرات الحرارية اللي بيحرقها أكثر فأكثر فبصفي حرق الجسم كتير قليل فأنا ما بستفيد من نزول الوزن لا يمتلك كتلة عضلية يعني مين هذا الشخص اللي لا يمتلك كتلة عضلية؟ كافية شو يعني؟ يعني عادة إحنا الرجال يفضل لكل كيلو عضل يكون في مقابله تلت كيلو دهن والنساء لكل كيلو عضل يكون في مقابله نصف كيلو دهن في بعض من الأشخاص بيكون لكل كيلو عضل مقابله كيلو نص دهن هدول الأشخاص يعتبروا الفئة التي تفتقر للكتلة العضلية لأنه طاقة العضل بدل ما أنها تروح بحرق السعرات هي رايحة بحمل وزن الجسم والدهون اللي عليه يعني كأنه أنا مثلا شخص حاملة طفل وزنه عشرة كيلو ودايري فيه طول اليوم فوق قدرة جسمي وطاقة جسمي على الحمل فبتتعب الكتلة العضلية بتتكسر وبصير في عندي ارتكاز أكثر على العظام اللي بيأدي إلى قصور في القامة هو طبعا الشخص ما بيأسره وبس بينحن يظهروا من الوزن بصيرينه بأسر بالضبط نحسه أنه أسر بالإضافة لخطر بإصابة بالهشاشة طيب مين الفئة الثانية غير اللي ما عندهم الكتلة العضلية كافية؟ هاي أول فئة اللي ما رح تستفيد من البرنامج الصيام المتقطع لخسارة الوزن فقر بيأ الكتلة العضلية تانيا الأشخاص اللي عندهم مشاكل في السعرات الحرارية بيتناولوها خلال فترة العدم الصيام منروح بنخبص بكتير بالأكل بعدين على فكرة أنه أنا صايمة وثالثا الأشخاص اللي ما بتمارس الرياضة مع الصيام المتقطع لما نحن نسوم الجسم بيصير مثل ما حكيت بيتأقلم مش بس بيقلل من السعرات الحرارية ولكن بيحول حرق أو استخراج الطاقة مش بس من الدهن بتصير من الدهون ومن الكتلة العضلية لازم أمارس العضل عشان الجسم يصير يحول كل استخراج الطاقة فقط من الدهن ويحافظ على العضل أجسامنا عادة متعودة على أن الأكل ليس دائما متوفر فكلما أنا بفوت بفترات عدم نحن بموضوع تنظيم أكلنا باليوم يعني في كثير من الناس وأنا من هؤلاء الناس أنه أنت ما تعرف ما تأكل هذا تعرف سمير هذا أكثر شيء يتعب الجسم ويتعب الجهاز الهضب يجب أن الجسم يعرف متى هو جاي أكل بالضبط هذا الشيء منظم 100% هيك أنا بنظم البنكرياس هيك البنكرياس يعرف أنا أمي سأكل المعدة بتعرف أم ترح تستشيب للأكل بتصير حتى إنتاج الهرمونات الجوع من قبل المعدة من ضمنها الجرالين بصير بتنظيم مع العقل فبيبطل عندي كيوس ببطل في عندي فوضى بالضبط بالجسم وبصير الجسم منظم بطريقة أفضل إذا أنت من الأشخاص اللي ما بتعرف أم ترح تأكل على فكرة السيام المتقطع بلائمك كتير لأنه أنت بتصير تعرف أنه على سبيل المثال على الساعة 12 بالضبط الساعة 12 الظهر أنا دائما فاضي فبصير على الساعة 12 خلص أنا عارف أني أنا رح أتناول أول وجبة بعدها ممكن بثلاثة ساعات سيكون موجود بالمكتب فبدي أحضر قبل بيوم إشي أخذه معي دائما التنظيم بصراحة بده تحضير أو بالميدان أو بأي مكان بيوكتل أجل أجل هو صعب بس تعرفي مش غلط يعني عنجد مع يمكن أنت شوية أولها تستغرب الفكرة أو تحسها غريبة مو غلط أنه تصير تجيب معك لانش بوكس أبداً أبداً دائماً أنا بنصح أجد أجل أجل أنا لا أعلم بصراحة بوكسات لم أتقلق لا أعلم بصراحة ماما أحزيني خيارة وموزة بلنش بوكس والله العظيم أنا عم بحكي تجيب معك شوية تمر شوية نوع فواكه موزة سندويشة طبعاً ليس غلط أبداً حلف الحياة لذلك لا أ Mercedes لا أعلم بوكس تاببرويل للغضاء بالضبط ولا إذا لماذا؟ أين المشكلة؟ لا، لا يوجد أي مشكلة عادي تصدقني، صندويشة اللباني من البيت أفضل من أنك تأكل أي شيء من خلال البيت صحيح، 100% يقولوني واو عمر آآ، كيف عمر عليك، سأقوم بمك عليها يبدو أنه من أنظمة خسارة الوزن الجيد تقضي بشروطه التي ذكرتها هذه الفاضلة شكراً لهذه المعلومات سهلاً